ألاف العوائل تنزح من مناطق جبل الزاوية وسراقب وأريحة وغيرها من هذه المناطق باتجاه الحدود السورية التركية هربا من القصف الذي يطال هذه المناطق وتقدم الاشياء نظام الاحتلال الروسي نشاهد نزوح هذه العوائل وهذه الأعداد الكبيرة من السيارات التي تتجه باتجاه الحدود السورية التركية وباتجاه شمال محافظة إدلب هربا من حملة الاحتلال الروسي وميليشيا أسر الطائفية التي تتوجه باتجاه مناطق ريف إدلب طبعا يأتي هذا النزوح بعد مئات بالألاف الغارات الجوية والصواريخ التي طالت مناطق جبل الزاوية وغيرها من هذه المناطق هؤلاء النازحون هم من أهالي قرى جبل الزاوية من أهالي منطقة سراقب من أهالي منطقة أريحة مناطق ريف معرض النعمان الغربي وهذه المناطق كلها تنزح باتجاه الحدود السورية التركية طبعا هذا المشهد على مدار اليوم ليلا نهارا بالإضافة أيضا لعدة أيام توالت فيها عملية النزوح نزوح المدنيين من هذه المناطق طبعا الوجهة مجهولة حتى اللحظة غير معروفة كل معظم هؤلاء الأهالي لا يعرفون إلى أين يتجهون يتجهون نحو المجهول ولكن باتجاه الحدود السورية التركية هربا من هذا القصف طبعا معظم المخيمات أو كل المخيمات لم تعد تتسع لأي عوائل جديدة لم تعد تتسع لأي نازحين جدد كل المخيمات باتت منتلئة بالكامل وتعيش أصلا ظروفا إنسانية قاسية ولكن ليس أمام هذه العوائل أي حل أي حلول سوى أن تتجه باتجاه الحدود السورية التركية هربا من هذا الموت الذي فرضه عليهم طيران الاحتلال الروسي وطيران ميليشيا أسر الطائفية الذي لا يفارق أجواء محافظة بالإضافة أيضا لاقتراب ميليشيا النظام من هذه المناطق وقيامها بقصف هذه المناطق براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة محمد فيصل أورينت نيوز ريفو إدلب